صباح الخير من جديد لكل المشاهدين منذ أيام أو من إعلان الحكومة أنها قررت فرض تخفيض على أقصاط المدارس الخاصة بواقع 15% نسأل هل مازال هذا الخصم واقع الحال أم تغيرت الصورة؟ وقبل هذا وذاك كيف احتسبت الحكومة هذه النسبة وتوصلت إلى أن هذه النسبة هو ما يحتاجه الأهالي ومناسب للمدارس وماذا عن الأهالي؟ هل تلقت الحكومة منهم تغذية راجعة؟ وأسئلة أخرى سنجيب اليوم عليها مع الناشط في حملة الدفاع عن الطلبة في المدارس الخاصة زودتها الأستاذ المحامي عمر الطويل وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر السوراني لنسأله كيف جرى التوافق على هذه النسبة بالبداية من رحب فيك أستاذ عمر صباحك سعيد أهلا وسهلا صباح النور ومعاذب بدنا نحكي كيف تقبلتم هذا القرار بعد إعلان الحكومة عن 15%؟ أخي معاذب وش يعطيك العافية شكرا على طرح هذا الموضوع مرارا وتكرارا إحنا لم نتقبل هذا الموضوع إحنا موضوع 15% مع الاحترام للجهود المبذولة طبعا في الحكومة إلا أنه هذا الموضوع أنا ممكن أروح مع أي شخص أخذ 15% اللي بدفع كاش بأخذ نسبة اللي بقعد شوي أكتر عند المدير المالي بأخذ نسبة فال15% هي ليست يعني إنجاز خارج عن المعتاد وبالتالي إحنا يعني 15% 50% 100% إحنا اللي بدنا يا لما نتطلع على هيك أمور ما هو الغاية من الموضوع الغاية هي وصول إلى حالة عادلة بين أولياء الأمور وبين المدارس هاي الحالة العادلة لن يقبلها لا أولياء الأمور ولا المدارس نعم بطبيعة الحال لكن على الأقل بتكون مبنية على علم وأسس واقعية حققية تبني عليها هاي النسبة الآن إحنا ما بتنظر إلى المدارس إنت عندك مدارس من خلنا نحكي إذا بيسمحونا المدارس نصنفهم بس خلنا نأخذهم من عشرة عندك من واحد لعشرة بيكبر وحجم وإنفاق وأقصاط ما بنفع اتعاملهم كلهم نفس الشيء هاي أول نقطة اثنين يجب أن يتم النظر إلهم ومكاشفة أوراقهم المالية للجنة خليها تكون هيئة تحكمية بيننا وبينهم تكون للوزارة جزء منها عشان نقدر نعرف فعليا ما هو ما هي النسبة المناسبة؟ المناسبة 15% في مدارس أعطات 50% وفي مدارس أعطات 25% هلأ هم قادرين يحسبوا كل طالب قديش بكلفهم فبيقول لك آه أنا بتوفي معي إنه إذا تعليم عن بعد أعمل 50% أنا بتوفي معي إنه 25% ففكرة يعني أول شي لم تفرض عشان بيكون واضحين 15% هي غير ملزمة يعني طلع الخبر هو النحو 15% وأتوقع حيبت أن يكون حد أدنى يعني ممكن يكون الغاية منها لم يتم تبريرها لاحقا لم يتم الحديث فيها لاحقا من قبل الدولة قد يكون الغاية منها إنه هذا هو الحد الأدنى من الخصم لكنه فعليا الناس عم تأخذ أكتر من هيك يعني إحنا بنحكي على نسبة ممكن تكون 5% وممكن توصل لـ 15% تتراوح بـ 15% إيش هي اللي تتراوح؟ النسبة أنت كما طلع يعني مثل ما طلع الخبر أنت بتحكي بأنه النسبة تتراوح ما بنعرف ما فيش وغير ملزمة وغير ملزمة يعني ما بنعرف فيه خمسة هي نحو 15% يعني لغاية 15% ممكن بتنحو باتجاه فضفات باتجاه 15% مش أنا أذهب نحو المكان الفلاني فعالطريق فيه نقاط فما بتكون 5ة بتكون 10ة بتكون 15 لكن بالنتيجة أخي معاذ الناس عم بتحصل أكثر من هيك بدون حكومة الموضوع مش موضوع فرض نسبة وفقط فرض نسبة وحسب أنا بدي يكون مبني على أسس ليش 15؟ ليش 50؟ وليش 70؟ عشان أقدر أبني عليها المطالبة أبني عليها الرضا وأقيس الشارع طيب أنت بتسأل ليش 15 وليش 20 وليش 70؟ خلينا نستوضح الأمور ونستمع نضملنا عبر الهاتف الدكتور منذر السوراني وهو نقيب أصحاب المدارس الخاصة صباح الخير دكتور صباح النور أستاذي هلا يامر حبا دكتور اليوم نتحدث عن نحو 15% من الخصم بدنا نعرف كيف جرى التوافق على هذه النسبة تحديدا الله يصبحك بالخير عزيزي والضيف الكريم نحن أخي الكريم يعني عقد اجتماع ما معالي وزير التربية والتعليم نعم وحضر بعض الزملاء من أصحاب المدارس الخاصة والمدراء حقيقة بحدود 5 أشخاص وكان رغبة الوزير أن نقدم شيء لأولياء الأمور نعم وطرح نسبة حقيقة كانت عالية لكن تمت يعني التقديم المبادرة على أساس 15% لا نحو ولا أقل ولا زيادة طيب دكتور منذر بس يعني أعتذر هل معالي الوزير طرح نسبة والنسبة كانت عالية تقدر تحكي لنا قدي هاي النسبة معالي 20% احنا قلنا له 10% إذا بدنا نساعد الأهالي ونشجعهم على دفع الأقصاط المدرسية المتبقية لديهم لأنه أنت تعلم والكل اللي يعلم أن المدارس الخاصة في شح الموارد المالية أصبحت عاجزة عن الإفاء بالانتزاماتها تجاه الآخرين وحقيقة أن يحنا نعطي خصم 15% ونطلب من الإخوة الزمالاء أولياء الأمور تزديد المستحقات يعني الدفع مرتبط بالـ 15% الهدف منه هو تأمين حقوق المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة طيب دكتور ما إحنا منحكي عن 15% ولكن هذه النسبة تتراوى 15% يعني هذا الخبر أنا بدي توضيح ما إحنا تتراوح هي 15% معاني الوزير طلب 20% بعدين إحنا قلنا أن هذا رقم كثير لأنه أصلا أصلا كثير من المدارس الخاصة في بداية العام الدراسي وقبل بداية العام الدراسي من أحد خصومات تصل إلى 50 و60% طبعا هذه الخصومات اللي منحات كان الأصل فيها هو محاولة بقاء المدارس الخاصة في استمرارية بالحد الأدنى تأمين مستلزمات المالية اتجاه أو الاتجاه العامدين في المدارس الخاصة واتجاه الحكومة من ضرائب وضمان ومي وكهرباء ومسقطات يعني أنت تعرف هذا الحكي قلنا إحنا نحاول قدر أن نعمل مبادرة نشجع لهذه على الدفع وقلنا اللي بدفع الـ 15% سواء كان قسطو شهري أو دفعات أو آخر سنة يمنح 15% طيب دكتور أنا بدي بس أحاول أوضح الأمور في مدارس حضرتك ذكرت بأنها وضعت نسبة 50% وألزمتها الحكومة بـ 15% هل يجب بعد الـ 50% أنها تخصم 15% يعني 65%؟ أرجوك أرجوك خلينا نحدد نعم بدنا شعب هذا الحكومة لن تلزمنا إحنا تم تقديم مبادرة من قبل المدارس يعني هذا الأمر غير ملزمين أو ملزم في المدارس الخاصة كل من أخذ قسم نعم كل من أخذ قسم زيادة على الـ 15% هذا تم برغبة إدارة المدرسة ومحاولة تشجيع الأهالي على تشجيع أبناهم في تلك المدارس نعم إحنا قلنا واللي ما أخذ خصم للإخوة هذا ما إله علاقة هذا منفصل تماماً يعني 15% زائد إله خصم الإخوة لكن إحنا اللي ما أخذ خصم في المية ومتبقى عليه أقصاد مدرسية متبقى عليه أقصاد مدرسية إحنا قدمنا هذه المبادرة حتى يتمكن أو نساعد ولي الأمر بتخفيف الأعباء المالية عليه لأنه المدارس الخاصة في ظل هذه الجائحة متعترة حقيقة طيب دكتور بس سؤال أخير لو سمحت برأيك هل أولياء الأمور راضين عن الـ 15% وإلا كان بحاجة إلى أكثر يعني استطلعتوا أراء أولياء الأمور ما هو للأسف يعني لغاية هذه اللحظة ما شعرناش في ميول لهذا الموضوع لأنه الأهالي محاجة 6 أصلا يعني عضيته 15 والعضيته 50 القضية واحدة نعم يعني أنا بدي أتشكرك دكتور منذر السوراني وأنت نقيب أصحاب المدارس الخاصة شكرا لك وشكرا لمداخلتك صباحك سعيد وأنا أتمنى لك نهار سعيد إن شاء الله يعني أستاذ عمر سمعنا الدكتور منذر 15% وبعض المدارس 50% ويمكن توصل لأكثر من 50% وفي شغلة بأنه أخوة خصم الأخوة غير شامل إيش رأيك في هذا الكلام مرة أخرى بما أنه الموضوع مش مبني على دراسة حقيقية بكمية الضرر اللي واقع على الأولياء الأمور يعني الدكتور مع الاحترام بيحكي أنه الأولياء الأمور أصلا ما معها هذا الكلام يعني تعرف ممكن يكون عليه مأخذ أنه يعمم بهذا الشكل لا بس إحنا مش إنه ما معنا إحنا بدنا ندفع الحق إحنا تكلفنا أولياء الأمور تكلفنا أجهزة وتكلفنا إنترنت وبعضنا جاب معلمين خاصين على البيت لأنه بالنهاية التعليم الوجاهي في صفوف معينة واجب ما بتقدرش تتمشيها بدون ففي فعليا أضرار وقعت على الأولياء الأمور مادية لا يمكن أن يعني هي أنا مش عم ببيع بضاعة عرفت كيف يعني مش إنه عشرين لأ عشرة لأ خمسة عشر يلا مبروك كل واحد لا مش هيك الموضوع الموضوع إنه في كل مدرسة على حدها بدها تكاشف أمورها المالية بياناتها المالية بيبين معنا خذ آخر خمس سنين شوف الربح المتراكم شوف قديش أعطوا من المواد بعدين إحنا بالمناسبة يعني زي ما بحكوها أخدونا يعني راحت القصة بالكورونا وراحت بس الفصل الماضي يعني لسه هذا الفصل شوي أحسن الفصل الماضي كانت لسه المصيبة أكبر يعني إذا أنا عندي أربع عشر مادة أخدت منهم ثلاثة هاي معيار قيس عليها خدمة مقابل مقابل مال لا نفترض الأربع عشر بأربع عشر بألف وأربعمائة دينار أعطيتني أربعة أخد أربعمائة أعمل لي نوع من آلية الاحتساب عشان أنا أقدر لما بدفع ما أدفع في الهواء خصوصا كمان كمان في عندك شغلة مهمة أخي معاذ ما بصي نتطلع على المدارس ومرة أخرى وبجوز هاي فاتت الدكتور ما بصي نتطلع على المدارس كلها بشكل واحد في مدارس قدمت خمسي بالمئة وربحانة وفي مدارس ما قدمت ولا إشي خصم وخسرانة وفي مدارس زادت الأقصاط وهذا بدك بنحكي فيها الآن اليوم في عندنا إحنا الفصل الأول بس تواني زادت الأقصاط على أي أساس زادت الأقصاط لأنه بقدروا يرفعه ثلاثة بالمئة وخمسة بالمئة لا قانونيا لا يجوز بس إحنا عندنا أصلا مشكلة حكيناها وتواصلنا فيها مع الحكومة السابقة وهي الدكتور تيسير موجود بعرش إذا وصلوا كتابنا ولا لا بتتوقع وصله من خلال وزير الإعلام معالي وزير الإعلام أنه في مدارس رفعت الأقصاط بآخر ثلاث سنوات والقانون يمنعها أنها ترفع الأقصاط تحت شرطين أولا أن لا تتجاوز نسبة التضخم المعلن عنها ثلاثة تحصل على الموافقة وطلعت الوزارة بكل شفافية ومصداقية وقالت إحنا ما سمحنا لأي مدرسة أن تزيد أقصاطها لآخر ثلاث سنوات معناها أن هذه الزيادات هي زيادات غير قانونية طيب فأنا اليوم في إلي عند المدرسة مصاري هاي نقطة حطها أجنب قانونيا اثنين الفصل الأول كورونا خبطني أنا وياهم مع بعض يجع علينا وفاجأنا كلنا طيب الفصل هذا أوكي منحكي فيه ظروف استثنائية وما كنا متوقعينها ومش قادرين نتجنبها ووقعت طيب الفصل الثاني أنا الكورونا على الفصل الثاني كانت متوقعة وفيه آلية لتجنبها مع ذلك تم فتح المدارس ويعني أنا يعني بقول انه انه غير مقصود لكن اللي صار فعليا على أرض الواقع فتح المدارس أسبوعين خلوا أولياء الأمور يروحوا كيفين وودوا أولادهم ودفع أقصاط بعد أسبوعين سكرت المدارس هذا كان لسان حال الشارع الأردني بالضب ربما في بعض الأوبات اللي حكوا عن فتح المدارس طيب احنا ما بدنا نحكي ونحكي هيك في الهوى وجرائد وإعلام زودتوها قعدتوا مع الحكومة قعدتوا مع نقيب أصحاب المدارس الخاصة وصلتوا لحل يعني أول إشي مرة أخرى مع الاحترام وأرجو أنه ما يتأخذ كلامي بشكل غير ما هو ملفوظ نقيب المدارس الخاصة فيه نقيب آخر أستاذ عامر القصص كأنه برضو الدكتور ومنذر السوراني هم كلهم كلاهما بمثل المدارس ولكن ما أتوقع أنهم يعني متفقين على نفس الجهة نعم فإحنا برضو يعني ما عنا مش قادرين نحكي مع حدا بشكل واضح وكلاهما محترمين وماشاء الله عليهم وكل شيء تمام لكن بالنسبة إلنا إحنا خربطين إحنا مرجعتنا الوزارة الوزارة رنت على الحملة من خلال أستاذ بشار حداد وقالت له إحنا بدنا نعمل جلسة حوارية وهذه الجلسة نتناقش فيها ما بصير طبعا إحنا كيف نقولنا ممتاز هذا الخطور التجاهز صحيح مدام أنت عندك جلسة حوارية رح تأخذه تعطي وتشوف هموم الأولياء الأمور وين قديش صرفوا كيف نقيس نعمل قياس على هاي الخسائر أخذوا اسمه الرباعي بتعرف عشان المقابلة وعشان القاعدة الحوارية وثاني يوم طلع الخبر ففعليا لم يتم أخذ بعين الاعتبار وجهة نظر أولياء الأمور طيب أنا بدي أرجع لك وبدي أرجع للنسبة بدي أشوف قديل النسبة اللي أنتوا كنتوا متوقعينها أو كنتوا رح تطرحوها في هذه الجلسة الحوارية ولكن بدي أطلعنا وإنت نشوف رأي الشارع الأردني زميلنا محمد الفعوري أعد هذا الاستطلاع خلينا نشوف وبعده نرجع من الله إن شاء الله التعليم عن بعد والمدارس الخاصة وقرار بخصم 15% على القصد حابين ننزل على الشارع ونسألهم ونشوف شو رأي بالموضوع خليكم عنه عندك عيال؟ نعم بالمدارس؟ بالمدارس خاصة ولا حكومة؟ بالمدارس خاصة فيه قرار يعني يجوز إنها بشراء سارة قرار حكومي على خصم 15% على قصد المدارس الخاصة نعم عشان التعليم صار عن بعد انت شو رأيك بالموضوع؟ والله صراحة يعني قرار كان جيد نوعا ما بس إحنا كنا طبعاين بخصم أكثر من 15% لأنه الطلاب ما داوم بالمدارس و مش عارش بدي أحكي لك يعني ما داوم بالمدارس وإحنا يعني استهلكنا أجهزة تاب وإنترنت واستهلاك كان في البيت يعني دفعنا فلوس زيادة عن الأقصاد يعني كداش الخصم المطلوب؟ يعني مش أقل من 40% يعني 15% والعشرين والثلاثين بالمية شو بدي نسوي؟ إذا التعليم أصلا عن بعد ليش ندفع أصلا؟ يعني كافي بدنا نجيب شبكة نت وبدنا ندفع ورفعوا اشتراك والشبكات الاتصالات تتحكم بالمحصلة أنه لازم كأهل أنه يضغط على حاله شو صغيرة ويلتزم على المدارس الخصوصية الخاصة وبالمقابل المدارس الخاصة لازم تراعي مشاعر بعض الأهل اللي ما باستطاعتهم أن يدفع هذا القص 15% مناسب بالنسبة للأهالي؟ والله يعني برضو يعني هذا أمر ما أقدر أنا أفتي فيه إنت شو رأيك؟ إنت لو عندك ابن بالمدارس وإيجا 15% رأي كويس 15% آه مناسب ومعتدل حسنين طبعا يمكن كلها شروط إنه يكون اجتسامات في كذا عليهم حسن من ناحية الخاصة من اللي هم عاملين وممتاز والله قرير يعني 15% عشان انت شايف الطلاب قاعدين بالدور يعني دولة بسانزق خاصة يعني بدأ يدفع المبلغ كامل يدفع مصر المبلغ ما باعد ماشي لس انت شايف الحال لوضاع وضاع البلد والكورونا هاي دبحت ناس كتير قرار حكومي بخصم 15% على قصد الطلبة اللي بالمدارس الخاصة عشان تعليم صار عن بعد شو رأيكم بالموضوع؟ مناسب؟ جدا مناسب 15% ولازم أكتر طبعا لانه اصلا اعتماد صار التدريس على الاهالي اكتر من المدرسة صح ولا لا؟ يعني 15% مناسب مبدئيا مناسب لا والله 15% قليل كثير كثير قليل لازم عقل اشي 35% مع العلم انه المعلم بروحش على المدرسة يعلم بعلم من خلال البيت وبالتالي عندوش يعني ما عندوش هالمصاريف اللي كانت عنده زمان لازم 30% وانا بأيد الاشي هذا وقرار سليم شو خمسة شمية باس خمسة شمية حرام يعني ابني قاعه بالبيت اذا جاب بيصاب في ابني ودوم يفهم خاصة عن بعد من طب الزابط خمسة شمية شو خمسة شمية حرام ليش المطلوب؟ خمسة شمية كليشي كل ما بيجي خصم كل ما بكون أحسن للمواطن أصلا اه اما هو بشكل عام يعني التعليم عن بعد كله ما هو والله ما هو زابط لأنه أنا عندي ولاد في الدار لا بدرسوا ولا اشي للأهالي هم اللي بدرسوا هم اللي بيحلوا هم اللي بيساولوا يعني تفاوتت الأراء ما بين مؤيد وما بين معارض في ناس بدهم خمسين وفي ناس بدهم خمسة وستين وفي ناس بدهم الخمسةاش موافقين عليها شو رأيه؟ أخي معاذ يعني أنا أنا بضحك آسف بس لأنه فعليا لما ما تكون باني الموضوع على علم سبعين بالمية عطيه سبعين بالمية يعني ما هو المعيار اللي أنت بنيت عليه هذا الخصم يعني مرة ثانية إحنا بش عم بنبيع بضاعة إحنا عدنا خدمة وعندنا ضرر والضرر واقع على الجميع تعال نو قعد نتحاور إيش إلك وإيش علي ومنحدد نسبة أنا كولي أمر بدي سبعين أقول لك الثمانين قليلة بالمية طب وإذا بتلاحظ الشباب يعني والأراء الناس اللي بالشارع عم بتكون يعني بتتوافق ويقول لك خمسة عشر كثير خمسة عشر قليل لازم خمسين لازم خمسة ثلاثين إحنا أنا أنا كمحامي لما بروح على محكمة وبيجي خبير بقول والله الضرر مئة ألف دينار وبكتبش أي سبب المحكمة بترده ليش لأنه غير مبني على أسس قانونية ما فيش إشي باني عليه هذا الضرر فتعالوا لآن الدعوة كالتالي التشريع لما أنا بدي أنزل أمر دفاع أو بدي أنزل أو بدي رئيس الوزراء يتفضل علينا بكلام يتعلق بحقوق وواجبات بين أطراف لازم يكون كالتشريع التشريع يجب أن يغطي كل الجوانب سواء كانت مدرسة فقيرة أو مدرسة غنية أو لأمور معهم أو معهم مش هذا المعيار المعيار هو الخدمة قديش تكلفة الطالب على كل مدرسة وكل مدرسة تعارج على حدة لأنه كل مدرسة عبارة عن شركة والهميزانياتها قديش التكلفة قديش خسروا أعطيهم آخر خمس سنين شوف الربح وعلى أساسها بتعطي الخصم يعني أنت اليوم عم تحكي بواقعي بتحكي ما بدنا نسبة ثابتة لجميع المدارس أعطونا نسبة لكل مدرسة بالزبط والمدارس تحدد صحيح؟ يحكو معنا يحكو مع أولياء يحكو مع أولياء الأمور طيب لأن الوقت عم بداهمنا سريعا هذا أقرار التعليم عن بعد وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول لا نعلم شو مخبي الفصل الدراسي الثاني هل ستستمروا في المطالبة؟ طبعا المطالبة طالما أنا الأطفال قاعدين موجودين في البيت إذا أنا زوجتي بتشتغل تركت شغلها وقاعدت فأنا علي خسائر فيه قرار سريعا سريعا فيه قرار بسويسرا طلع من محكمة سويسرية أعطى الأهل بدل الأجار محلما الولد قاعد قال مثلا البيت 100 دينار هذا ما منقدر عليه لا ممكن منقدر عليه بالمحكمة إذا أثبتت الضرار بتأخذه أنا حطيت نص الدار تعليم عن بعد للولاد هاي بتخلي المدرسة تدفع بدل الأجار أو بتعوض كل ضرر إحنا عنا نظرية الضرر الفعلي بالقانون الأردني كل ضرر حيك دخلنا في موضوع آخر لا لا وضرر طيح لأن الوقت دهمني طيح وتنظر في معادلة عادلة للجميع بجوز ناس يرضو ناس ما يرضوه لكن على الأقل بتكون مبنية على علم أستاذ عمر الطويل شكرا لك كنت ضيفنا في أصل الحكاية حكاية جديدة نضعها أمام المسؤولين وجميع أهل الاختصاص ليتم الحل أو حتى النظر فيها اشتركوا في القناة